تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد الرئيسي مجلس الوزراء بتكليف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمضاعفة قيمة مخصصات المساعدة الاجتماعية التي تصرف لمستحقي الضمان الاجتماعي والإعانة المالية التي تصرف لمخصص الأشخاص ذوي العزيمة بمناسبة قرب شهر رمضان المبارك تبدأ الوزارة العمل على تنفيذ الإجراءات بصرف المخصصات اللازمة في الخامس عشر من أبريل الجاري وبهذه المناسبة أكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان أن مضاعفة المخصصات المالية التي تأتي مع حلول شهر رمضان الفضيل ستسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي للأسر المعنية وسيستفيد منها جميع المستحقين لمساعدة الضمان الاجتماعي ومخصص ذوي العزيمة المسجلين لدى الوزارة مضيفا بأن عدد المستفيدين من مساعدة الضمان الاجتماعي بلغ سبعة عشر ألفا واثنين وخمسين طلبا بين أسر وأفراد من الفئات التي حددها القانون رقم ثمانية عشر لسنة ألفين وثمانية بشأن الضمان الاجتماعي وفيما يتعلق بمخصص الإعاقة التي تصرف لمستحقيها بقيمة مئة دينار شهريا سيتم مضاعفتها إلى مئتي دينار بمناسبة شهر رمضان فقط